السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمن وعلاوة وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فبقيها نسعد بإذن الله تعالى وزي ما أنتو شايفين هنتكلم عن التمر البلح الرطب كل هذه الأشكال من فاكهة واحدة اوعي تكلي البلح اوعي تكلي الرطب في فترة الحمل هيسبب لك اجهاض اوعي تكلي تمر هيعمل لك ولادة مبكرة اوعي 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 وتخوثات من التمر ومن الرطب طبعا ده على لسان كثير جدا من الناس ومن السيدات اللي بيقولوا ان البلح والرطب بيسبب الاجهاض وبيعمل ولادة مبكرة وفا اوعي 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 تقربي لا انا عايزك في الحلقة دي تقربي من البلح ومن الرطب ومن الشهر الاول لشهر التاسع بس لو سمحتي بالطريقة اللي هقولك عليها ومش اكتر من كده طيب ليه انا عايزك تاكل بلح ليه عايزك تاكل رطب ليه عايزك تاكل طمر لان الجنين الامور ده هيستفيد منه لان حضرتك هتستفيد منه لان اول حاجة في شهور الاورنية بتحتاج حمض الفلك وهو في حمض الفلك اللي بيحمي الجنين من تشوهات الانبوب العصري فلذلك هو مهم في الشهور الثلاثة الاولى لان في حديد والحديد بيرفع نسبة الهيموجلوبين في الدم وبالتالي بينقل الاكسوجين بشكل افضل للجنين وبالتالي بيعالج فقر الدم فبالتالي ينمو الجنين بشكل جيد فاذا احنا محتاجين نتغذى على التمر وعلى الرطب وعلى البلح الاحمر والبلح الاصفر والبلح كل انواع البلح والتمر كل الحاجات دي التمر والبلح والحاجات دي كلها فيها الياف الالياف دي فيها ما يعالج فكرة الامساك لان الامساك عندك بيبقى بسبب حاجتين في فترة الحمل بطئة دي الجهاز الهضمي بسبب التغيرات الهرمونية وكمان بسبب اقراص الحديد اللي غالبكم بياخدها في فترة الحمل وممكن تسبب له بعض المضاعفات زي الامساك بس معلومة سريعة كده فيما يخص الاقراص الحديد عشان ما تعملكمش امساك بلاش تتناولوها مع الطعام مباشرة خلي ما بينها وما بين الطعام يعني بضعة وقت وليكن مثلا من ساعة لربعة او ساعة طيب كمان الطمر هل هو بيرفع نسبة السكر في الدم بالعكس هو بينظم مستوى السكر لانه هضمه بطيء ولكن كل ده لحظة واحدة ما تستعجليش وما تقفليش الفيديو كل ده لازم يتاكل البلح والطمر بالطريقة اللي هنقول عليها وبالشروط اللي هنقول عليها فرجاء اهد شوية وما تستعجليش قفلي الفيديو الطمر والبلح والرطب والحاجات دي كلها فيها حديد قلناه ومع الحديد كمان فيه بوتاسيوم البوتاسيوم ده مع الحديد يعني الحديد هيحسن الدم البوتاسيوم هيحسن تدفق الدم ليه لانه بيعمل على مستويات بيخفض مستويات ضغط الدم وبيوصل الدم بشكل جيد للجنين وبيحميك من التقلصات العضلية المتزايدة بيحميك من التشنجات العضلية اللي ممكن تحصل في الساقين بيحميك من انقباضات الرحم المتزايدة ده يعني معنى كده ان انت عايز تقولين ان هو ممكن يكون طالما بيحمي من التقلصات المتزايدة اذا هو بيحمي من فكرة الولادة المبكرة لان التقلصات المتزايدة والانقباضات المتزايدة لما بتزيد عن حدها بيبقى فيه خوف من الولادة المبكرة ايوة هو بيحمي من الولادة المبكرة بس بالطريقة اللي هنقول عليها كمان السكر اللي في التمر سكر الفكهة الطبيعي اللي ممكن يديكي طاقة طول اليوم وما يأثرش على مستوات السكر بس بالطريقة اللي هنقول عليها طيب عايزين نقول ان في التمر فيتامين كي فيتامين كي ده مهم عشان عظام الجنين عشان ما يحصلش نزيف في فترة الحملة تخيلي الفيتامين كي ده عشان نموه عظام الجنين وعشان ما يحصلش نزيف في فترة الحملة اذا ولما بيتخذ في اول تلتة شهر كمان هو حلو عشان يمنع اي حدوث لنزيف لقدر الله طيب بينشط عضلات الرحم بيسهل الولادة الحتة دي بقى هي دي اللي احنا عايزين نفهمها كويس جدا ازاي هو موصوف لتنشيط عضلات الرحم ازاي هو موصوف عشان تسهيل الولادة وتقول لنا انه سهل او انه عادي جدا انه يتاخد في شهور التلاتة الاولى شرحتها قبل كده في حلقة بس للي هيتابعنا الاول مرة تنشيط عضلات الرحم يعني تقوية عضلات الرحم انا لما اجي اقول ان انا مش قادر اشيل مثلا شنطة او حقيبة تقيلة فهاعمل ايه هقول انها قوية عضلات ايدي عشان اعرف اشيلها يبقى هنا التنشيط بمعنى تقوية العضلات فلما عضلات الرحم تبقى قوية تبقى قادرة المرأة اثناء الولادة على الدافع وعلى صعوبات المخض لان عندها عضلات قوية اما المرأة اللي ما عندهاش عضلات قوية فيبقى عندها صعوبة في الولادة لذلك هنا جاءت فكرة ان هذا الرطب وهذه الثمرة المباركة هي بتساعد وبتسهل في عملية الولادة لانها بتقوي عضلاتك فمعنى كده ان حضرتك لو اكلتها في اول حملها بتقوي عضلاتك مش بتسهل الولادة مش بتعملك ولادة مبكرة فهمناها بس بقى نقطة مهمة جدا وهنا بقى لحظات مع هذه الفقرة الهمة اهم فقرة في الفيديو هي الفقرة دي فخدي بالك كويس جدا من اللي هنقوله التمر البلح الرطب هي فاكهة فيها بعض الفوائد هذه الفوائد قد تزول بزيادة كميتها يعني رقم واحد هذه الفاكهة فيها الياف بتساعد على علاج الامساك زادت الكمية عن سبع تمرات مثلا بيؤدي هذا الامر الى عصر الهضم الى عصر الهضم الى عصر الهضم زادت الكمية طيب هذه الثمر المباركة بتنظم مستوى السكر في الدم زادت عن كمية معينة اصبحت بتهدد بي ارتفاع سكر الدم طيب هذه الفاكهة المباركة هي حصة فكهة يعني لو في اليوم لنا حصة فكهة وسعاد اكلت مثلا تفحاية او مزاهية هتقولك بقى نهاكل بقى ايه نص كيلو بالح كده مع الماشي كده لا لا هو اصلا نص كيلو بالح غلط هي المقرر لنا كلنا انا وحضراتكم الراجل والمرأة الحامل والغير الحامل دي حصة فكهة هي حد اقصى سبع تمرات من تمرية متوسطة الحجم او اربع تمرات من التمرات الكبيرة فده حد اقصى ليه التمر ما نزودش عن هذا العدد ابدا زودنا عن هذا العدد ما حد الشي يجي يقول لي اه ده انا حصل لي مضاعفات انت كلامك مش صحيح ده انا حصلت لي كذا 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 عشان انت كلامك مش صحيح لا احنا قلنا لازم ناخد بالنا ونتفرج لحد الاخر الفكرة ان في اليوم ده هل انت تناولت فكهة تناولت فكهة خلاص يبقى فكهة جنب فكهة هنا هنتعرض ليه زيادة سكر الفركتوز ولا هيرفع لنا سكر الدن انما ما اكلناش فكهة والنهار ده عايزين ناكل نوع من انواع الفكهة اللي يكون التمر يبقى هي اربع تمرات خمس تمرات ست تمرات سبعة حد اقصى ولو كانت التمر حجمها متوسط انما لو حضرتك اكلتي مسلا موزايا مع تفحاية مع مش عارف ايه وايه وايه وتقولي له اصلا اكلت بس ما ما كترتش عن اربع تمرات والله ما انت يوقع اكل حاجات تانية فيبقى اللي عايز يستفيد من الفكهة من الفكهة دي او من اي حاجة تانية هي حصة واحدة حصة واحدة من الفكهة عايزها تخليها حصتين حصتين بس يبقى في تباعد زمني ما بين الحصة والتانية على مدار اليوم عشان اه تمدي نفسك بالطاقة مفيش مشكلة ولكن ما نفردش في تناول اي شيء لان الافراط هو اللي بيجيب نتائج عكسية سيئة للأسف. مشكركم شكرا جزيلا واقعت وعملوا زي سعاد رجاء ان جابت التمر كله قاعدت تاكله جابت التمر بتاع الجيران وقاعدت تاكله وراحت استلفت عشان ده. عجبها طعم التمر هو طعم التمر طعمه لذيذ جدا بس يعني كل حاجة يعني سبحانك يا ربا خير بالامور بالوسط وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. سلام عليكم.